تقاليدنا راح تحترم وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحريف واضح وما راح نجيب شيء أو حاجة يعني تخالف هذه الأشياء وكلها موجودة ضمن اتفاقياتنا لكن هذا احنا ترى احنا كنا كده قبل ثلاثين واربعين سنة واختطفنا فترة لكن الحمد لله أرجعني أستيك الله بالخير مع المستشار الحمد لله على السلامة سلامتين دائمة الحمد لله على السلامة الشعب اللي كان مخطوف ورجع والله ما كنا ندري صراحة أنكم مخطوفين ولا أنكم دورنا عليكم الله يحييك وحبينا نسهر معك اليوم ونشوف التقاليد والعادات الموجودة اللي تحترم إن شاء الله من هيئة الترفيه يا مرحبا مع المستشار كثير من الشعب يتكلم عن هيئة الترفيه ابحث واكتب هيئة الترفيه ناس تعارض الهيئة وأفعالها وناس تؤيد الهيئة وأفعالها أهل الشيخ يقول أصلا إحنا كنا كذا ولكن نختطفنا فترة ورجعنا أصلا هذه عاداتنا ويقول لا نحن ما نخالف العادات ولا نخالف التقاليد ولا نخالف ديننا الحنيف إحنا كنا كذا طيب كيف كنا يا جماعة كيف كانوا أجدادنا ثم اختطفنا فترة والآن رجعنا على ما كان عليه أجدادنا لما استلم المستشار منصب رئيس الرياضة صار في دندن حول أن المرأة تدخل في المدرجات لازم المرأة يكون لها حق أنها تتفرج في اللعيب وهم يشوتوا الكورة ويركضوا عليها لازم المرأة تدخل في المدرجات مع الرجال وتشجع الاتحاد وتشجع الأهل والهلال والنصر لازم المدرجات تمتلئ بالنساء يا أخي المرأة لها حق مرة بعد مرة بعد مرة حتى أصبحت المرأة داخلة في المدرجات في بداية الأمر الشعب غير متقبل أن المرأة تدخل في المدرجات وتشجع وتصفر وتصفق وترقص مع الناس عشان واحد جايب هدف طيب كيف أخلي المجتمع يتعودون على هذه المناظر والبنت تجي للمدرجات بكل جرأة والزوج يجيب زوجته وصاحب الغيرة يجيب أهله كيف أخليهم يتجرؤون على هذا الفعل أحببهم لهذه المدرجات كيف أحببهم أعطهم جايز السيارة عادي أخسر في اليوم خمسين مئة ألف ما عندي مشكلة ألمهم يحبون هذه المدرجات حتى لو يبون الجايزة الجايزة الأولى بالكاميرا تختار من الجمهور واختارت المرأة الجايزة الثانية اختارت من الجمهور واختارت المرأة بهذه الطريقة الحريم صاروا يقولون والله في جوايز سيارة خلينا الروح يمكن ناخذ سيارة حتى العجوز جاية من بيتها من آخر الدنيا وربحت سيارة بالله عليك هذه العجوز جاية من بعيد حتى تشجع فريق فلان وعلتان ومن اللي فاز ومن اللي جاب هدف ومن اللي يخذ الكاس ترى بعضهم ما جابهم من للحاجة والله ما سمعنا ان جداتنا زمان كانوا يروحون الملاعب ويشجعون الفرق ونقول والله احنا كنا كذا زمان ولكن نختطفنا واسأل جدتك وكل واحد يسأل جدته كانوا يروحون يتراقصون بين الرجال لا والله ما كانوا بهذه الطريقة ولا كانت هذه عاداتنا أصلا بعد هذه الجوائز تجرأوا النسوان انهم يجوا على المدرجات وحتى الرجال صار يجيب أهله والله احنا حضرنا في الملعب أنا وأهلي وتعود الرجال على هذه المناظر الرجال مع النسوان ويا أخي متغطيات ولا تتشدد وانتهينا ثم استلم معا للمستشار رئاسة هيئة الترفيه مع رئاسة الرياضة فقال كلمة المشهورة عاداتنا وتقاليدنا راح تحترم وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحليف واضح كثير من الشباب والبنات اللي أملوا في هيئة الترفيه واستبشروا قالوا وكيد في كل منطقة وكل مدينة مدينة ألعاب كهربائية ومائية وثلجية وفيها أماكن مخصصة للنساء المحافظات لأنه شعب محافظ وعندنا عادات وتقاليد ما نتجاوزها أبدا فتفاجأ الناس أن النسوان معلقات برجولهم أمام الرجال وتفاجأ الناس أن النساء مع الرجال يتراكضون في الشوارع ومسابقة مسابقة الألوان ويرمونهم بكل قلة أدب يرمي المرأة بألوان ويقول الله هذه مسابقة الألوان يا أخي حتى في الإسلام بين الصفا والمروة الهرولة بين الصفا والمروة للرجال ليست للنساء الإسلام يحافظ على المرأة والله إحنا نطبق عاداتنا وتقاليدنا رح تحترم عاداتنا وتقاليدنا رح تحترم يكفي يا رجل الله يرحم والديك أنت خليت فيها عادات خليت فيها تقاليد يا أخي أنت دعست على العادات ودعست على التقاليد أي عادات وأي تقاليد تتكلم عنها أنت طلعت المرأة تركض في الشوارع عمام الناس يا أخي حتى العالم خارج المملكة صاروا يقولوا إيش صار على المرأة السعودية ليش تخرج المرأة بهذه الصورة المبتذلة المرأة عندنا مرأة محافظة يا أخي حاشة وكل ما كانت هذه عاداتنا ولا كانت هذه تقاليدنا ولا هذه تربية أجدادنا ولا آباءنا اسأل كبار السن ووروهم الصور هذه قلوا يا جماعة هذه عاداتنا وتقاليدنا يا إخوان حتى الدين صار مبتذل عند كثير من الناس حتى الدين ما صار يحترم عشان تحترم العادات والتقاليد تجرأوا حتى في الصحف الرسمية أنهم يتكلموا على الدين تكلموا على الخطبة وعادي شوف الصورة بالله يتكلم على الخطيب وكأن الخطيب يلقي غثاء على الناس وشوف بالله إلى الصحيفة رسمية في بلادنا تتكلم على الجمعيات الخيرية وعلى المشايخ كأنهم يدورون على المرأة المتبرجة والمرأة الفاتنة يعطونها من الجمعيات أكثر من المرأة المحتشمة بالله عليك هذه احترام للعادات واحترام للتقاليد والدين يا جماعة وين وين رايحين وين رايحين بالمجتمع المرأة لا بد أن تكون محترمة والمجتمع يحترم لا نطلع المجتمع بصورة سيئة أمام الناس ختاما أقول ديننا في المملكة غالي وعزيز ومملكتنا أعز وأشرف من أن يأتي أحد ويخرب فيها ويفسد باسم الإصلاح شعبنا غالي وابلادنا غالية وديننا أعزيز